عزيز المشاهد مساء الخير و أهلاً وسهلاً بيك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان وهم الإله وهم الإله ده اسم لكتاب ألفه ريتشارد دوكنز وترجمه الأستاذ بسام البغدادي والكتاب موجود باللغة العربية وطبعاً عنوان هذا الكتاب عنوان مثير وهم الإله وهو الحياة بنائش قضية مهمة هل الله حقيقة ولا وهم وبيحاول من خلال هذا الكتاب يؤكد ريتشارد دوكنز على أن الدين ليس به أي حقائق على الإطلاق وأن الدين ما هو إلا مجرد وهم وبيحاول من خلال صفحات الكتاب ومن خلال الفصول المتعددة والفصول المتنوعة أنه بيناقش أسباب الدين والخلفيات الثقافية والخلفيات والمرجعيات المختلفة للدين في حياة البشرية هنحاول في حلقتنا النهاردة أنه نقف وقفة عند المقدمة بتاعة الكتاب واللي فيها حاول دوكنز أنه يتعرض لبعض الأراء وبعض الأفكار اللي هو هينة إشهى في فصول الكتاب فيما بعد يسعدنا أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة نيافة الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا بوجود نيافتك معا أهلا بك جناب الأسيس وأهلا بكل الحلقات والموضوعات الشيقة والشائكة والمثيرة للاهتمام اللي جنابك بتفجرها في هذا البرنامج هو طبعا زي من يفتك أشارت هي شيقة وشائكة في نفس الوقت لأن هي يعني موضوعات غير مطروقة وفي نفس الوقت فيها أراء كتير وفيها جذل كتير لكن شيء جميل أنه إحنا يعني بنتناولها بالبحث والدراسة في الصفحة الأولى من الكتاب بتاع وهم الإله لريتشارد دوكنز في الإهداء حاطت عبارة والعبارة الحقيقة يعني محتاجين نقراها ونقف عندها بيقول ألا يكفي النظر لروعة الحديقة وجمالها لماذا يجب علينا الاعتقاد بأن هناك جنيات خلفها أيضا؟ يعني إذا كان الرجل يعتمد على المنظور والمحسوس فهو فعلا لن يستطيع أن يرى شيئا قويا وراء الحديقة الجميلة ولكن إذا كان الرجل يعتمد على الخبرة الإنسانية العميقة والرؤية الباطنية والسعي لبلوغ الإنسان إلى كمال الحقيقة وكمال النقاء فلابد أن يرى ما هو خلف الحديقة ومشكلة دوكنز ومن تتلمذ على هذه المدرسة أن رؤيتهم ونظرتهم للحياة اقتصرت على المرئيات الماديات والمحسوسات ومن ثم فالله ليس مادة ولا مرئي ولا محسوس وبهذا المنطق لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تدركه ولا أن تتعامل معه ولا أن تحس به ولا أن تنشئ معه علاقة فالشواء طيب شايف الحديقة جميلة يعني فأنا محتاج إيه تاني يعني يعني هو وجهة نظره أن الحديقة جميلة لا تحتاج إلى شيء آخر بينما ستكون وجهة نظري أنا أن جمال الحديقة سيشهد عن إبداع بستاني هذه الحديقة لأنه لم توجد أبدا حديقة جميلة بدون رعاية بستاني ماهر لها بل بالعكس أنا سأرى أن جمال الحديقة سيستفز العقل والإحساس للبحث عن هذا البستاني المبدع اللي أعطانا حديقة جميلة في السطور الأولى من مقدمة الكتاب بيقول دوكنز كده فعندما كانت زوجتي طفلة صغيرة كرهت المدرسة وتمنت لو تركتها بعدها بأعوام كثيرة وعندما كانت في العشرينات صرحت أمها بتلك الحقيقة المرة وبدهشة حزينة قالت الأم يا ابنة العزيزة لماذا لم تقول لنا وقتها جواب ليلة يومها هو عبارتي لهذا اليوم ما عرفت إني كنت أستطيع فعل ذلك ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك أعتقد لا بل أعرف أن هناك العديدين من الذين تربوا على دين ما وليسوا سعداء معه أو قلقين على ما يرتكب باسمه من شرور وناس يشعرون بحنين ضعيف لترك دين أبائهم ويتمنون لو استطاعوا لذلك سبيلا لكنهم لا يدركون أن ذلك هو أحد الخيارات الممكنة بالفعل لو كنت واحدا منهم فهذا الكتاب من أجلك كتاب المراد به لفت الانتباه لحقيقة أن الإلحاد هو تطلع واقع وشجاع ورائع ومن الممكن أن تكون ملحدا سعيدا ومتوازنا ومقتنع فكريا ومعنويا بشكل كامل هذه أول رسالة للفت الانتباه يعني الفكرة الأولانية أنا سأتفق معه عليها اللي هي ألا وهي أنه لا ينبغي أن يكون المرء مستعبدا لمورثات دينية دون أن يتفحصها وأن يتفاهمها وأن يقتنع به من هنا احنا متفقين وهذا كلام عاقل وأن يكون شجاع أن يغير رأيه ومعتقداته من زاوية إلى أخرى إذا تغيرت قناعاته وإذا كان ما هو قديم غير مقنع وغير مبرهن له ولكن خياره أنك تخرج من الإيمان إلى الإلحاد هو بيعبر عن تجربته هو هو حر في تجربته وكل واحد يرى أنه لقى يعني ساعدته في الإلحاد برضو هو حر بس إحنا لنا رأي تاني أنه أنه كان يعيش متقلا بالإحساس بالذنب وبالإحباط تحت الوصايا الدينية بتاعة الشريعة في دين ما فلما خرج من ثقل الإحباط الشريعة والوصايا عملها له رأيه دماغه دي خبرة لكن احنا عندنا خبرة تانية أنه بدل ما تخرج من إحباط الشريعة إلى الإلحاد تستطيع أن تخرج أيضا من إحباط الشريعة إلى اختبار الحياة المنتصرة فسبب رسوخنا وأظن أن معظم الناس أنا شخصيا ربما أنت في الشباب المبكر مرارنا مثل دوكنز بخبرة عادة مراجعة الفكر والدين وكل هذه الأشياء لكن بدل ما أخرج من الإيمان إلى الإحاد خركت من ثقل الشريعة إلى اكتشاف الإله المحب مانح الحرية والحياة فليس اختباره هو كل شيء هناك اختبارات أعظم خارج وطء ضغط الدين ولكنها ليست إلى فراغ الإلحاد كما أتصور أنا لكن هل من حق أن يدعو الناس كده للإلحاد ويقول لهم أن الإلحاد فيه سعادة وتوازن؟ دي خبرته يأسيس هو اختباره الشخصي أنه خروجه من تحت ثقل الشريعة إلى الإلحاد ريح دماغه وأنا من حق أن أنا أنقض خبرته لكن ليس من حق أن أمنعه أو يمنعه غير من أن يجاهر بخبرته زي ما أنا مثلا خبرتي أنني خرجته من وطأ التدين بيصادر إنسانية الإنسان وحرية الإنسان إلى اختبار الحرية اللي في المسيح ومن ثم من حقي ومحدش يقدر يصادر حريتي أن كل يوم أشهد للعالم عن أنني حققت وجودي ووجدت حريتي في المسيح بيقول في كانون الثاني 2006 قدمت برنامجاً وثائقياً على التلفزيون البريطاني بعنوان جذرة الشر بادئ ذي بدء لم يعجبني العنوان فالدين ليس أصل كل الشرور وليس هناك من شيء معين بذاته والذي هو أصل لكل شيء آخر يعني هو واضح صحيح هو يعني مش موافق على فكرة أن الدين أصل لكل الشرور بس هو يعني من بين السطور كده بين كلامه بيعتبروا أنه يعني أحد هذه الشرور إذا أردنا أن نكون عادلين يا سيس فالدين هو حصانك تستطيع أنك يعني تلتطي حصانك وتندفع به إلى الجرف ما تقولش بقى أن الحصان هو اللي دفعاني إلى الجرف أنت اللي استخدمت حصانك لكي تندفع به إلى الجرف هو صالح لكل شيء لأن غيرك استخدم هذا الحصان لكي يصعد به إلى قمة الجمل فهل هنالك إمكانية أنه الدين أخذ البعض إلى الانحدار إلى جرف الهاوية التاريخ التاريخ يعني مليء بالنماذج التي لا أولا هو الأخ الخيار الآخر اللي أنا بتكلم عليه اللي هو اختباري أنا مثلا هل حصانك استطاع أن يرتفع بك إلى القمة الإجابة أيضا التاريخ مليء بالنماذج البشرية اللي اتحدت بالحياة الإلهية وصاروا بشر فائقين في غاية السمو وغاية السعادة غاية المنفعة للآخرين وللعالم فالموضوع يعني مش موضوع عقد إنك تصادفت مع حياة دينية بائسة يبقى هو ده الدين لا ده متاح وده موجود الصغيره أيضا موجود بيقول بقى اللي إن هو بيقول سررت بالإعلان الذي وضعته القناة الرابعة على الجريدة الوطنية وهي عبارة عن صورة لأفق مدينة منهاتن تحت عنوان تخيل عالم بدون دين فما هي علاقة الوصل هنا البرجين كاناه على الصورة ما هو يعني عشان نتكلم بطريقة واقعية لما يبقى فهم الدين بالنسبة للبشر أو للناس أو لبعض الناس الصورة الأليمة بتاعت برجي التجارة يبقى طبعا للدين إليه تحسن ما فيقاش فصال يعني ما فيقاش مجملات فأما بلاش برجي التجارة أما يبقى علامة الدين هو محاكم التفتيش في العصور الوسطى يبقى الدين إليه تحسن طبعا مسألة لا تحتاج إلى مراوغة هناك النماذج البائسة التعيسة اللي صنعها البشر باسم الدين اللي تصل إلى نتيجة الفكرة إن الدين اللي تحسن ولكن هناك أيضا على الشاطئ الآخر النماذج المبهرة المتفوقة اللي قالت إنه لا غنى عن الدين بهذه الصورة السامية بيقول تخيل مع جون لينون وجون لينون ده مغني وشاعر وعازف جتار لفرقة البيتلز بيقول تخيل معه عالما بدون دين عالم بدون انتحاريين أو تفجيرات 11 أيلول بلا تفجيرات لندن أو حملات صليبية بدون تقسيم للهند أو حرب فلسطينية إسرائيلية بدون مذابح الصرب أو الكروات للمسلمين وبدون اضطهاد لليهود كونهم قتلت المسيح أو مشاكل في إيرلندا شمال بدون جرائم الشرف أو بهندام أو مبشرين إنجليين بهندام لامع على التلفزيون الأمريكي يأخذون أموال السزج الرب يريدك أن تعطي حتى الألب تخيل أنه لا وجود لطلبان ليفجر تمثيل بوذة الأثرية لا قطع للرؤوس بشكل علني للكفار ولا صياط على جسم المرأة لأن أحدا لمح من جلدها سنتيمترا يعني إذا وصلنا للنقطة دي فلابد أن نتفق مئة بالمئة وليس تسعين بالمئة مع شارلز دوكنز ومع الراجل المغني اللي أنا مش فاكر اسمه اللي قلت عليه ده جون لينون في لينون في القصيدة بتاعته كلام فارغ وشيء لا إنساني لا يمكن أن يقبل أن يحولوا هؤلاء الدين إلى هذه المعاني الحقيرة والبائسة وأيضا شيء غير مقبول أن يبقى البشر سزج ويتدينوا بمثل هذا النوع من الفهم الديني أو يمشوا وراء ناس بتضللهم بهذا الشكل دون أن يسائلوهم عن بلوغ الحقيقة طبعا يعني العالم بدون دي كان هيكون أجمل وأفضل لو الدين كده زي ما أولا بيشرح يبقى قلت الدين أحسن مئة مرة لكن فيه جانب تاني بقى اللي هو مش شايفه وما اختبرهوش اللي أنا اختبرته وهو السمو الروحي والعقلي والنفسي اللي أخذاني إليه إيماني بالمسيح مثلا وغيري عنده اختبار مشابه وغيري وغيري بيقول دوكنز أن الاحتمال الأكبر هو عدم وجود الله وبيحس أن فكرة أن وجود مصمم والوهم عن تصميم الحياة ده يمكن تفسيره بطريقة أكثر عقلانية منطق بناء ومنطقة هيكون بناء على نظرية الانتخاب الطبيعي لدارون بيقول على الرغم من أن نظرية الانتخاب الطبيعي محصورة بتفسير العالم الحي فإن باستطاعتها أن ترفع مستوى الوعي للإدراك والقابلية للمقارنة عندنا مما يساعد على فهم الكون نفسه إن قوة نظرية كالانتخاب الطبيعي وقدرتها على رفع مستوى الوعي دي تاني رسالة بحب ألفة انتباه القارئ إليها أنا بس أحب أهدي إلى دوكنز وإلى من يفكر بنفس الطريقة آخر ما انتهت إليه أبحاث الجنوم والدين إيه أنها انتهت إلى فشل وعدم صحة نظرية دارون أن الإنسان لم يكن قردا وتطور ولكنها انتهت إلى أن الإنسان والقرد منحدرين عن أصل مشترك ففكرة أن الإرد تطوروا بقى إنسان على غرار ما أقنع به دارون البشرية لسنين طويلة هدمتها الأبحاث العصرية للدين إيه لكن الانتخاب الطبيعي وهي الفكرة بتاعة دارون أن حصرت في أن الانتخاب الطبيعي يقول إلى إن الإنسان كان إرد لكن الانتخاب الطبيعي والتطور حقيقة لا يمكن تجاهلها الإنسان تطور عبر السنين من في كيانه في طبيعته وفي سلوكياته في كل شيء التطور موجود عبر السنين والقرون في الأنواع المختلفة ففي فرق بين الانتخاب والتطور الذي لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال وبين الدارونية اللي انتهت لفكرة أنه الإنسان كان إرد وبقى إنسان بيستكمل دوكنز في مقدمته بيقول ربما تعتقد بأن الوجود الإلهي هو إحدى الضرورات لأن علماء التاريخ والحياة أخبرونا بأن المؤمنين كانوا العامل الأكبر في نشوء وارتقاء كل الحضارات الإنسانية لو وجدت هذه الفكرة مقنعة فأرجو أن تقرأ الفصل الخامس في كتابه عن جزور الدين والذي يشرح سبب انتشار الإيمان في كل مكان هل أنت ممن يعتقد بأن وجود الدين ضروري لتقويم الإنسان وإيجاد أسس أخلاقية حصينة؟ ألا نحتاج لوجود إلهي كي نكون صالحين؟ عايز يقول لنا في الآخر أن وجود الدين بحد ذاته هو أمر مضر للبشرين أنا عندي رد على دوكنز من التاريخ المعاصر والرد هو الثورة البلشفية وقيام الاتحاد السوفيتي وفرض الإلحاد فرضاً أدى إلى انحسار أعداد المسيحيين انحساراً مروعاً في ظل حكم الاتحاد السوفيتي وأن ما حدث عند سقوط الاتحاد السوفيتي أن الناس عادت مندفعة تبحث عن الكنيسة الأرثودوكسية في روسيا بطريقة متدافعة التطور تنامى عدد المؤمنين من عشرين مليون روسي إلى النهاردة مية خمسة وعشرين مليون أرثودوكسي في روسيا خلال الفترة من وقت انهيار التحاد السوفيتي إلى يومنا هذا هذا في حد ذاته بيجيب على دوكنز بأن هناك حقيقة غائبة عنه وعن سائر الملحدين وهذه الحقيقة قائمة وكائنة في كيان الإنسان ولم يجدها إلا من خلال الإيمان اللي هنا اتطبق في خبرة روسية في الحياة المسيحية والإيمان بالمسيحة يقول إذا كنت تشعر بأنك عالق في الدين الذي تربيت عليه فإذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم ذلك الجواب نجد عادة في التلقين الذي نتلقاه في مراحل الطفولة لو أنك متدين فالاحتمال الأكبر أنك على دين أبائك لو ولدت في أركنساس ستفكر بأن المسيحية هي الدين الحق والإسلام كذبة كبرى وتعلم تماما بأن العكس هو الصحيح فيما لو كنت مولودا في أفغانستان لهذا فأنت ضحية تلقين ديني من مراحل الطفولة في كل من أركنساس أو أفغانستان يعني أظن يا أستيس أن قصة حياتي بترد على دوكنس بالعكس الصحيح فأنا نشأته على التلقين اللي بيحكي عليه وأنا درست اللهوت المسيحي في الكنيسة التي ربوت فيها ولكني تحولت إلى قناعات لاهوتية مغايرة ومن ثم فنظريته أن التلقين هو الذي يشكلك هي نظرية تناسب خاملي العقول ولكنها غير صحيحة الانطباق على أصحاب العقول النشطة والنفوس الحرة بس طبعا عدد كبير من الناس الواحد بيبقى على دين أباوه أنا مش عايز أقول دين أباوه وحش بس يبقى على دين أباوه بعد دراسة واقتناع أنا مش بقول في حد وحش وحد هلو لكن أنا بقول أنه ينبغي أن تكون هناك الحرية لبناء اقتناعات شخصية فأنا ما تحولتش عن المسيحية إلى ديانة أخرى ولا حتى عن الأرثودوكسية إلى طائفة أخرى لكني تحولت إلى منهج آخر في اللهوت الأرثودوكسي اللي هو اللهوت الأبائي مثلا في قصتي هي فكرة الحرية والتحول وبرضو لا أعني بفكرة الحرية والتحول أن أخطئ الآخر ولا أن أقلل من شأنه أنا فقط أريد أن أرفع من شأن الحرية وأعمال العقل بيأكد ديكنزو بيقول ليس هناك طفل مسلم بل هناك طفل لأبوين مسلمين الطفل صغير جدا لمعرفة إذا ما كان مسلما لا وجود لما يمكن تسميته بالطفل المسلم وليس هناك ما نسميه طفلا مسيحيا يعني المنطق في الجزئية دي لا نستطيع أن نساومه عليه لا تستطيع أن تقول هناك طفلا مسلما ولا طفلا مسيحيا ولا تستطيع أيضا أن تقول أن الأطفال مدانين بما هم فيه أو مسؤولين عنه عشان كده طبعا العبارة الخالدة في الإنجيل اللي على المسيح واللي حددت معنى الطفولة في الإيمان المسيحي دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات لما بيتكلم عن الأطفال اللي هي هنا في النص الأولاد قال لمثل هؤلاء ملكوت السماوات بغض نظر عن هم مسلمين ولا مسيحيين ولا بوزيين ولا أيا كانوا ولا أبناء ملحدين ونقدر نقول لحد إمتى الطفل ده يعني يبقى بالغ ووصل إلى سن الإدراك أنا يعني متسق مع القانون الأمريكي اللي هو بيعتبر سن عبور الطفولة سن 18 سنة بيقول ريتشارد دوكنز بواسطة فهم روعة العالم الحقيقي كما هو وبدون الحاجة إلى أي تدين نستطيع أن نحصل على ما يكفي من الإلهام الحق الذي اغتصبه رجال الدين وحرم منه الآخرين عبر التاريخ يعني جزء كبير من الكلام واقعي أن رجال الدين حجروا على الإنسان في حرية أن يلهم وأن يستمع إلى صوت الله وأن يتعامل مع الله مباشرة بس كلامه صح من جهة الواقع لكن من جهة التطبيق مين قال أن الكلام ده هو الله مين قال أن الحجر على الحرية هو مشيئة الله على العكس صحيح مئة بالمئة الله هو خالق الحرية هو الحرية ذاتها وكل دي تصرفات بشرية والعكس صحيح أنك إذا يعني تركت عقلك يسبح حراً في مجال حرية الفكر حتماً حتصل إلى العقل الكلي وإلى معرفة الله إلا أنا بعرفه يعني بس هو بيقول أن إحنا نقدر نحصل على ما يكفي من الإلهام بدون الدين أحياناً هذا صحيح مئة بالمئة نعم يستطيع الإنسان من غير القواعد الدينية من خلال حرية العقل أن يصل إلى الإلهام على المستوى اللاهوت يا سيس هناك قاعدة في اللاهوت المسيحي أن الروح القدس له عمل في الخليقة خارج الإيمان قبل الإيمان واللي بيأيد هذه القاعدة هي أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس إذن كان هناك عمل للروح القدس قبل الإيمان وهو الذي صنع الإيمان وبدونه ما كان ممكن أن يكون هناك إيمان فأن يكون هناك عمل لروح الله في الخليقة خارج الأديان وخارج الإيمانات دي مسألة مقطوع بها ولا لا تقبل التشكك إلا لمن يريد أن يحبس الحرية العقل في إطار ما يدين به بيقول دوكنز إن الإلحاد ليس بالشيء الذي يدعو للخجل على العكس إنه شيء يدعو للفخر بشموخ للمواجهة مع الأفق البعيد لطالما كان الإلحاد مصحوبا باستقلالية صحية للعقل وإبداع عليه تفكير بناء دي وجهة نظره التي أراها أنا وجهة نظر السلبية وغير صحية لأنها أيمى على تأكيد السلبي وليس على تأكيد ما هو مطلق فالاتحاد حالة سلبية للإيمان وحالة رفضوية للإيمان فأنا أرى أن الاتحاد مهرب من الذين للذين ناءوا بثقة للشرائع ولكنه في نظري أنا هو هروب إلى الفراغ قد عزيز المشاهد بنوصل لنهاية حلقتنا كلينا يعني وقفة مع بعض الأفكار اللي ذكرها ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله ربما تكون حلقتنا أثارت لديك بعض التساؤلات بعض الاستفسارات عنواننا بتظهر قدامك على الشاشة يسعدنا أن نكون دائما على تواصل وفي نهاية هذه الحلقة لا سعني لأن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموت شكرا جزيلا لوجود نيافتك معنا أنا اللي بشكرك يا سيس بدونك ما كانش ممكن تبقى هذه الحلقة الناجحة وهذا الحوار الشيخ شكرا جزيلا وبشكرك عزيز المشاهد لمتابعتك لحلقتنا ونتقابل مع بعض الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان شكرا جزيلا للمشاهد